السلام عليكم كنت أخدنا أن البنكارياس 어제 عبداء وصحت اجزوكراين وجزء اندوكراين احنا درسنا عن ايه هندروكراين اندوكراين يعني ايه ؟ يعني الجزء اللي بيفرز الهرمونات اه الهرمونات بتاعتي تمام كانوا بيتا وخلايا ألفا وخلايا دلتا بيتا ديكت بتطلع لي الإنسولين وألفا كانت بتطلع لي الجلوكاكون والدلتا كانت بتطلع لي السوميتوستاتين أخذنا مرض اسمه ديوبيت اسم الليتوس يعني ايه؟ يعني مرض السكر ايو يعني ايه برضو؟ هو عبار عن ميتابوليز أوردر عنده مشكلة في الميتابوليزم بيظهر لي كايه؟ بيظهر لي انه عنده نسبة السكر عية في الدم اللي هو هايبرجليسميا بسبب ان جسمه مش عارف يعمل ميتابوليزم لي الكاربوهايدريت والغوز والحاجات دي تمام؟ تمام بيكون بس بيكون يعني المشكلة دي بيكون بس في الكاربوهايدريت ولا معها حاجة كمان لا هي ممكن كمان يكون معها اللفات والبروتين تمام وقلنا ان هو بيسبب برضو مشاكل كتير وممكن توصل للدس يعني وكده لو احنا متعملناش مع المرض دوت ان هو حاجة ضرورية وان هو لازم يدعمل كنترول ولازم متابعة لان هو مرض مزمن تمام؟ عندي نوعين منه نوع ناتج عن ان هو ونوع ناتج عن ان هو مفيش اكشن اللي هما ايه؟ اللي هما طيب وان طيب دون هناخد من الجدول على طول احنا قلنا ان طيب وان دوت ايه المشكلة فيه؟ طيب وان دوت المشكلة ان المريض دوت عنده الجهاز المناعي بتاعه بيدرب خلابيت خلابيتها ديات اللي هي بتطلع لي ايه؟ بتطلع للانسولن فبالتالي الجسم مبقاش فيه انسولن الانسولن دوت كان هو المسؤول عن ان هو بيقليل نسبة السكر في الدم ازاي؟ ان هو كان بيدخله جوه الخلايا عشان خاطر ان هي تستفيد منه وكان برضو بيحاوله ليه جلايكوجين في الكبد عشان خاطر مثلا وقت الصيام او كده ان هو يطلع ان هو يتعامل بمرة تاني ماشي؟ تمام؟ طب انا الانسولن ده مش موجود فبالتالي مفيش حاجة تأثري على الجلوكوز الجلوكوز هيتانيه موجود في الدم ولا هو عارف يدخل للخلايا ولا الخلايا تحرق ايه؟ ان هي تحرق الدهون لما تحرق الدهون يقوم جاء نطلع علي كيتون باضي ويقوم جاء برضو مدخلي في كيتو أسيدوزز والمريض ممكن يدخل مني في كومة ماشي؟ دوت كده بالنسبة لايه؟ للباسولوجي اللي بيحصل طب ايه السبب برضو؟ ان ده السبب ان هو ليه علاقة شوية بالجينات جينيتك فاكتور اللي هو الهلاجين ماشي؟ فهي بيكون فيه انتباضي بتدخل تهاجم البيتاسل وبسمينا الموضوع دوت اسمه انسلايتس ماشي؟ تمام؟ فهو هنا بيقول لي ان هو بيحصل بس هو بيحصل بس في نسبة 10% من الحالات مش كتير بيجي لهم هو صغير لحد 20 سنة بيكون الويت بتاعهم تمام؟ سليم؟ انا عندي مشكلة ان انا انسلون هلاقيه قليل بالنسبة الهلاجين عندي باضي لان المشكلة انها اوتو اوميون ويكيس اوسيدوز بسبب نسبة الكيتون باضي طيب جينيتك او لي علاقة بيجينات اللي هو ايه؟ اللي هو الهلاجين م اتش سي كلاس 2 هلاجين طيب الباسو جينيسيز قلنا ان احنا عندنا الاوتو اوميون راح نقصر البيتاسل عن طريق الليمفوسائيط وخاصة البيتاسل طيب ابسليوت انسلون ديفيشنسي يعني ايه مريم ابسليوت انسلون ديفيشنسي يعني هو اصلا خلاديات مطلعتش انسلون خالص مفيش ابسليوت يعني اطلاقم مفيش انسلون طرع نهائي طيب الخلايا ما لها ان احنا هنلاقي فيها الانسولايتس انسولايتس ديت معانا ايه؟ معانا ان مثلا ديت خلايا بيتا ديت الحاجات اللي حوالها ديت ديت الليمفوسائيط المنظر دوت دوت ان احنا بنسميه اللي هو الانسولايتس تمام وبيحصل باقي ايه اطروفي وفايفروز لبيتاسلية لحد ما لا تختفي تماما دوت كده بالنسبة لطيب 1 طيب طيب 2 هو عبارة عن ان انا الجلوكوز والانسولين تمام موجودين يعني فيه انسولين بيتاسل سليمة بتطلع لي انسولين بس المشكلة في حاجات تانية زي ايه الحاجات التانية؟ اول حاجة مثلا ان هو الشخص دوت اوبيس ماشي؟ فعنده نسبة الفات عالية الفات ديت لما نسبتها تعالى بتقوم جاي عمدالي مواصك ليه؟ الريسبتور بتاعت المفروض ان انا عندي الخلية هي ديت خلية تمام؟ فيه هنا ريسبتور بتاع الانسولين الانسولين بيجي يمسك في الريسبتور دوت والجلوكوزي ان جاي داخل جواه خلية تمام؟ انا عندي بقى مشكلة في الريسبتور ده يا الريسبتور دوت ان هو بايز وديت حاجات تابعة الجينيتك او ان هو ايه؟ فالفات جات عملت لي ترصبت مسلا على الريسبتور فالانسولين مش شايف الريسبتور ان هو يجي يشتغل عليه تمام؟ ديت ايه ديت؟ اللي هي المشكلة يعني علاح المشكلة غير الانسولين ايهام وبعد كده بقيتش البيت نضاء عن الانسولين نقرأ هو أول حاجة اللي هو بيقولين يعني بتكون نسبتها من ثمانين إلى تسعين بتيجي في الناس دي الكبيرة أكتر من ثلاثين سنة وبتيجي في الوبيس عمدا بتزيد اللي هو أنا عندي زيادة فيه لو جلت أشوف نسبة الإنسولين في الدم في الأول هلاقيها وبعد كده هبدأ إن أنا ألاقيها نورمان وبعد كده مودريت وبعد كده دهوت فين دهوت في الآخر لإيه لأن البيتاسيل اتكسرت ما بقتش تطلع لي إنسولين طبعا مش هلاقي أنتي بوضي وكمان الكيدروسيدوزل مش بيحصل قوي في حالة إيه حالة طيب 2 مالهاش علاقة بالجيناتيك من هو هالا جين الباصل جونيسس المشكلة إيه إنسولونيسستنس مقاومة إنسولين الخلايا مش قادرة إن هي ما بتستجبش الإنسولين عمدا بقى بساوي قلنا إما مشكلة في الريسبتور يا إما مشكلة في الجين ذات نفسه أو كده تمام وبيحصل إيه وبيحصل كمان في الآخر بقى في آخر المشكلة فدوات كان إيه بيقضي على المشكلة كلها يعني طيب قلنا مفيش أنتي بوضي مفيش شهرين فوسايتس فبالتالي إنسولايتس هو بس ممكن أميلويد دي بوزيشن الأميلويد دوات دوات هو عبارة عن بروتين بروتين بقى مش صحيح قوي أو إن هو بيكون مركبه غريب شوية فبيتراصب جوة البيتاسيل فيقوم جاي عميد لي إيه مشكلة فيها أو بيضمرها أو كده فبرضو إن هي تدخل في طيب 2 طيب أنا بعد ما الجلوكوز معلي في جسم إلا هيحصل إيه كنكل بكتشن اللواء العين هيجي بيها أول حاجة زيادة نسبة الجلوكوز ديت هيقوم جاي هيزود إيه هيينزل في اليورين تمام طب لما ينزل في اليورين هيسحب مع مية لما يسحب مع مية يدخل العيان في يدخل عيان في فبالتالي إنه هو يشرب مياه كتير كمان أنا الخلايا مش عارفة تاخد طاقة منين فبالتالي حس دايما إنه محتاجة طاقة فبتخلي العيان دوا إنه هو دايماً يأكل كتير فبالتالي كده العيان هيحصل عليه تلات حاجات بوليوريا بيدخل الحمام كتير بوليتسليسيا بيشرب كتير زوها كمان بوليفاجي اللواء بياكل كتير فهو هيجي بالتلات أعراض دي ماشي؟ طيب أنا لو معالكتشو الموضوع دوا إلا هيحصل طول ما الجلوكوز عالي في الدم هي مني مشاكل والمشاكل كلها هتبدأ به البلاث فيزل اللي هي الأرتري سواء كانت البلاث فيزل الكبيرة أو البلاث فيزل الصغيرة لو إنه هو عمل مشاكل في البلاث فيزل الكبيرة فهنسميها ماكروانجيوباسي لو في الصغيرة هيعمل لي مايكروانجيوباسي تمام؟ طب يعني إين مشاكل اللي هتحصل برضو؟ دوت مثلا البلاث فيزل هول مثلا إن الجلوكوز عالي في الدم عالي وما بيعملش في حاجة الجسم ممكن يحاوله الفات يتحاول لدهون ماشي إن جاي رايح مترصبلي في الشرائين الكبيرة يوم جاي مدخلني فيه أسر سكلوروزا ممكن إيه ممكن إيه فيه بقى بوروتينات و عاجات ماشية ممكن يمسك فيها ويوم جاي رايح مترصب فيه الكابيوللي يترصب فيه في الكابيوللي ذاتي الكابيوللي جالي الصغيرة في منطقت comicايبيريين في الول بتاع lop بتاع الكابيولي يوم جاي عمل связ Million Wall لما عمل بمع polskies transparent هيقلل برميابيليتي بتاعيتها فبالتالي لما يجي الvoorbeeld يتصاب بعدوى أو انفكشن اللينفوسية هديك تطلع? لا ده انا مش عارف اطلع ليه بسبب ان الجدار بقى تخين عن الاول فانا مش عارف اطلع. تمام فبالتالي جهاز المناع كده يعتبر مش هيكون شغال. فبالتالي المريض دهوت هيكون دايما عنده عنده نقص في المناعة. اي ميكروب او اي حاجة هيعمل له مشاكل خطيرة. تمام? تمام. اديات اول حاجة. اه تاني حاجة النواء ايه? عمل ستيكينج الول. فبالتالي اه قل الوعاء. فكمية الدم اللي رايحة ليه الارجن بقت قليلة عن الطبيعي. فممكن الارجن ده تدخل في ايه? تدخل في اسكيميا. وبعد اسكيميا اللي هو ايه? نقص البلاطفلول اللي رايح لها اه تدخل مني في اه اللي هو انفراكشن اللي هي ايه تموت. تمام? اه تمام. هي ديات اه المشكلة ايه المشكلة كلها. وكمان ممكن يدخلي في كومة. الكومة ديات تدكون سببها ايه? اول حاجة اه ارتفاع الكيتون بادي. لو جاي مدخله في كيتون يدخله في كومة. تاني حاجة. اه لو ان هو عمال الكوليكوز عمال ينزل في اليورين ويسحب معه مياه كتير ممكن يدخل في دياتي. ودي هيدريشا. يوم جاي مدخله فين? يوم جاي مدخله في كومة. طيب اللي هو الايه? اللي هو هيبوفولوميكشوك. اه ممكن كمان ايه يا مريم? اللي هو كمية الدم اللي راحة لبرمش كتير. فبرضو انه ممكن يدخل فيه كومة. اه هيقصر فيها ازاي? انه ممكن دفيوز اه سكيلوروزز او نوديولار اه كولوموريوسكولوروزز. اللي هي بنسميها اللي هي بتاعت الكامل الويلسون نوديول. وهي ممكن يدخل في اثر سكيلوروزز وارتيريوسكولوروزز ويبوليونيفريتوس اللي هو التحفين التحف في حوض الكيت. تمام? وفي الاخر هتسخط فيه هيقصر برضو على الكاردياك اللي هيعمل لي كارديو فاسكولر كومبليكيشن هو ممكن كمية الدم اللي تروح للهارت مش كتير. ممكن يدخل في ميو كارديا آآ 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 كمان آآ بالنسبة للعين للريتنا الأوكولر هيقصر هيعمل لي ريتنابيسي مشاكل فيه الشبكية والمشاكل ديات نوعين. يا اما آآ نام بروفلاتيب دايباتيك ريتنابيسي او بروفلاتيب دايباتيك ريتنابيسي. بروفلاتيب ديات معلها ايه? معلها ان هو تكوني بلات فيسل جديد. اتكون البيلات فيزل جديده في الريتنا. طب هو الطبيعي ان الريتنا أصلا يعيكون فيها بلات فيسل يا ايه. بروفلاتيب ناكول طبيعي ان الريتنا ديات الشبكية ديات. لازم تكون كبير علشان خاطر الدؤ. لما يت鳴كس وما يكونش فيه حاجة ان هي تسده. تمام? لو الريتنا ديات تطلع فيها عشان חاطر كده حتى ما بيكونش فيها اللي هو الريتنا يعني هو لو طلع فيها بلات فيزل يبقى ديها حاجة ابنورمال يبقى ديها كده مشكلة اللي هي بيضخل فيه داوة اللي هو طبعا وكمان هيأثر على الاعصاب وخاصة بيكون مش موتور بيأثر بس على الاحساس ان المريض داوة بيكونش حاسس بايده ولا بيكون حاسس باطرافه وبيكون دايما منملة والحاجات دي تمام بسبب ان هو المريض داوة المناعة بتاعته مش شغالة فاي بكتيريا اي عدوة بتقوم جاية داخلها وعمدانه مشاكل كتير بس كده يارب تكونوا في منطقة محاضرة دي كوان هو في جزء اخير انا كنت انسيته اللي هو افتاع النيو بلاس اللي هو الاندوكراين نيو بلاس الاندوكراين نيو بلاس هو بص معناه ان هو كل خلية حجمية يزيد في الحجم تمام يعني هتزيد في الحجم فبالتالي الحاجات اللي بتطلحها هتزيد طيب الحاجة لما بتزيد عن حدها يعني بتكون برضو حاجة وحشة مش بحاجة كويس لازم الحاجة تكون مدريت معتدلة كده تمام فاول حاجة بيقول لي ان هي ممكن ايه ممكن يزيد انسلومة يعني ايه يعني زيادة نسبة الانسلومة بسبب حصل تيومر في اللوال بيتا سيل فزيادة فبقى التسعين في المية وضغط ايه بيكون المستقوم جاسترونومة يعني ايه جاسترونومة يعني زيادة نسبة الجاسترون طيب ممكن دوا كده الحاجات اللي هي المشهورة ممكن بقى شوية حاجات بس بتكون رير عمتا اللي هو ايه اللي هو اللي هو زيادة مثلا في الالفا سيل فبينجاي مزود نسبة الجلوجاكون او اللي هو الدلتا سيل بينجاي مزود السوماتوستاتين اللي هي الفايبومة اللي هو دوت هايقونجاي مدخلني فيه سندروم اسمها وضغة سندروم اللي هو بيبقى عبارة عن ايه بيبقى عبارة عن وطر دايرية وهيبوكاليميا والكولوريديا بس هي كانت الدكتورة برضو يعني انها بس مجرد قرأتهم فانتوا بس اقرأوا المعلومات ديت بحيث انها بس لو جات او وكانت الدكتورة اكدت في المحاضرة عن اللي هي الطيب بتاعت الريتينوباسي طبعا المقارنة جدا المقارنة بين اللي هو طيب 1 و طيب 2 وخاصة جزء اللي هو الابسوليوت اللي بيحصل فيه الابسوليوت و اللي بيحصل فيه الابسوليوت و اللي هو الابسوليوت يعني بس دي هات الحاجات اللي هي اكدت عليها و برضو كانت قالت في المحاضرة انها الابسوليوت انها بيحصل الفات بيعمل ماسك فيه ماسك دي الريزيبتور عمتا فالانسولين مش انها بيعرف يمسك فيها و كده بس ربنا وعاكم يعني ان شاء الله و ان شاء الله الترمي كده يخلص على خير و تكون نهايته كويسا